لم يصل فيروس كورونا إلى اليمن بعد لكن تداعياته غير المباشرة قد تطالها تحذر بريطانيا التي أكدت خارجيتها على أن السمرار العنف إلى جانب خطر الفيروس العالمي قد يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن التي تعد أصلاً أسوأ أزمة في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة بريطانيا في بيان صدر عن وزير خارجيتها دوميني كراب بمناسبة الذكرى الخامسة لعصبة الحزم قالت بأن اليمن على مفترق طرق وأن على الأطراف المتصارعة الإنخراط في عملية السلام برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي ترافق البيان البريطاني مع دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث جميع الأطراف إلى عقد لقاء عاجل لمناقشة التزاماتها بوقف إطلاق النار وإيقاف ما أسماها بالأعمال العدائية التصريح البريطاني يعطي وفق مراقبين إشارة تحذيرية إلى أن المجتمع الدولي قد ينشغل بمواجهة الأزمة الصحية التي تهدد عواصم الدول العظمى بسبب كورونا وهو ما يضع القضية اليمنية في آخر اهتمامات الجول العشر الراعية للسلام في اليمن الأمر الذي يحتم على السلطة الشرعية التحرك الجاد لحماية نفسها بعيداً عن الاعتماد الكلي على الخارج الإقليمي والدولي